اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي يصادف اليوم الجمعة 8 ايلول اليوم العالمي لمحو الأمية الأمم المتحدة عام 1967 جمعية العامة الأمم المتحدة قرت أن هذا اليوم في كل العالم يحتفلون بيه كيوم لمحو الأممية لتحدث به الأمم المتحدة يتحدث به جمعية العامة المتحدة عن أهمية أن يتعلم الناس أن يتعلم الشعوب لأنه في تعلم الشعوب نهوضها وازدهارها ومنذ عام 1967 لحد الآن يحتفلون في كل سنويا العالم يحتفل في هذا اليوم باعتبار اليوم العالمي لمحو الأممية نحن كنا في العراق عام 1978 بشهادة اليونسكو بلد خالي من الأممية قدمت لنا شهادة دولية من اليونسكو من منظمة اليونسكو بأننا دولة خالية من الأممية استطاع العراق أن يقضي على الأممية صفر وللأسف الشديد بعد كل هذه السنوات نعود في عام 2023 لنجد أن عدد الذين لا يقرؤون العدد الأميين في العراق تجاوز 12 مليون إنسان عراقي مع الأسف الشديد وهذه واحدة من الأرقام المذهلة لبلد شعب حضارته تمتد 8000 أو 9000 سنة في عمق التاريخ علم البشرية الكتابة علمها الحرف الأول علمهم كيف يبنوا المدن علمهم كيف يسنون القوانين كيف يزرعون الأرض نظام الري كل هذه العجلة كلها اخترعت في العراق فهذا البلد اللي حضارته هذه بعديا في عام 2023 تجد به أكثر من 12 مليون أم تدمير الشعوب مثل ما تقول الأمم المتحدة بارتفاع نسبة الأمية كلما ارتفعت نسبة الأمية كلما فقد الشعب كرامته وحقوقه كبشر يعني كل الحكومات هكذا تدعو الأمم المتحدة كل الحكومات يجب أن تعتني وتحرص على إيجاد مجتمع مستدام بالمعرفة وأكثر إلمام بمهارات القراءة والكتابة والرؤية الواضحة وهكذا كان العراق الآن نحن بهذا الأمم المتحدة تحدث عن 661 مليون مواطن في العالم لا يعرفون لحد الآن القراءة والكتابة من ضمنهم أكثر من 12 مليون عراق ما على الأسف الشديد وأنت تساءل وأنا تساءل وكل يتساءلون من العراق لماذا التجهيل والأمية لماذا العراق تحولها كذا هذا العراق اللي كان بشهادة اليونسكو بلد خالي من الأمية الآن تحول إلى بلد ربع سكانة لا يقرؤون ولا يكتبون الأمية عدد الأمية الأخرى يعني أمية المتعلمين هؤلاء الذين يدعون التعليم هذه كارفة أيضاً لكن الأمية الحقيقية اللي لا يعرف القراءة والكتاب ولا يعرف شيء أكثر من 12 مليون عندما تساءل هذا السهال لماذا التجهيل ولماذا الأمية الإجابة بسيطة جداً هذه القوى الحاكمة للعراق تريد شعباً جاهلاً لكي تحكمه رايات صغيرة ولا يذهب الشعب للتفكير في مستقبله وفي حاضره وفي مستقبله وفي مستقبله وفي مستقبل أولاده في حاضره ومستقبل أولاده وفي التعليم وفي الخدمات يلهونه في كل ما يريدون من أحاديث ممكن أن تدخل عقول خاوية غير قادرة أن تفهم ويمروها عليهم بخرافات وغير خرافات وبالتالي كلما كان الشعب أمياً كلما سهلت على القوى الحاكمة السيطرة عليه توجيهها بالاتجاه الذي يريدونه خداعه أن تصعب عليك خداع الإنسان المتعلم وهذه يعني من البديهيات يعني حتى الذين يخدعون الناس اللي يصبون على الناس اللي لا يستطيعون بسهولة ربما المتعلم ربما يعني ينخدع ربما وهذه يعني مو مو حالة شعب ذلالة طبيعية وموجودة لكن اشقد نسبة ذولة اللي ينخدعون المتعلمين عندما تجد يعني تجد المتعلم وغير المتعلم ستجد نسبة اللي ينخدعون بالأفكار نسبة عالية جدا جدا عند غير المتعلمين ونسبة قليلة جدا جدا عند المتعلمين إذن المتعلم جد شيء وحتى في ديننا في ديننا الإسلامي التأكيد على التعليم وقرآننا يؤكد على التعليم وقرآننا يبدأ بي ويقولون نحن أمة أقرأ فهذه كارثة عندما شعبنا لا يقرأ ولا يكتب يوصلوا لهذا المستوى يوصل إلى مستوى يصدق كل الخرافات يصدق التجهيل ويمشي في طريق التجهيل مع الأسف الشديد ونصبح من البلدان المؤشرة باليونسكو والممو التحديد من البلدان التي فيها نسبة عالية من الأمية الشعب العراقي عندما يكون ربع الشعب العراقي يعني لا يقرأ ولا يكتب جاهل أمية ما هذه كارثة كبيرة الشعوب كلها تسعى إلى أن تصل النسبة إلى صفر بالمئة لأن كلما الحكومة كانت حريصة على الشعب كلما جاءت من رحم الشعب وحريصة على أموالها وحريصة على تاريخها وحاضرة ومستقبلها وتريد تبنيها وتزدهر به تذهب إلى التعليم لأن التعليم هو الأساس هو البناء الصحيح هو البناء التحتية الأساسية لكل شيء عندما تبدأ تبني تعليما جيدا وتعلم الشعب الشعب سيكون ويتحدثون عن ديمقراطية كيف يمكن لديمقراطية أن تنجح في بلد أكثر من ربعة يعني ثلثة من الأميين كيف يمكن الحديث عن الأمية كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية كيف يمكن الحديث عن الحرية كيف يمكن الحديث عن استقلال والسيادة والعمل والازدهار وانت شعبك يعني ماضي في طريق الأمية وإذا ما ترك الشعب بهذه الطريقة وهو متروك لأنه هكذا البرنامج يمضي يعني كل الدراسات تشير إلى أنه يعني الآن نحن في عام 2023 يتحدثون بعد عشر سنوات عام 2033 ستكون عدد الأميين في العراق أكثر من 25 مليون أمي أكثر من 25 مليون أمي لا يقرؤون ولا يكتبون نسبة التصرب من المدارس نسبة هجر المدارس ترك المدارس كارثة نسبة احتقار الشهادة وعدم احترامها وتعامل مع المدرس والمعلم والمدرسة بازدراء في الشارع وفي كل مكان هذه كارثة كبيرة في ذلك يعني اليوم الدولي لمحول الأمية من الأيام الثقيلة على العراقيين الحقيقة والمؤلمة عندما يأتي مثل هذا اليوم العراقيين يتألمون لأن كل الشعوب كل البلدان تتقدم لا تتأخر يعني هذه رحلة الحياة يجب أن يتقدمون خطوة خطوة نحو ازدهارهم نحو البناء تثقيف شعبهم ونحن نصل إلى مرحلة وإذا بناء ننهار والانهيار بفعل سلطات لا يأتي انهيار إلا بفعل سلطات ودعك من نظام جمهوري نظام ملكي كان هناك رقاية للتعليم كان هناك اهتمام بالتعليم والآن لا وجودة لها هناك اجتثاث للتعليم مثلما هناك اجتثاث للصحة للرعاية الصحية للخدمات لكل شيء هناك اجتثاث للتعليم معلأسف الشديد وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة